أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لإجراء تعديلات على جدول امتحانات شهادة إتمام الثانويات العامة للدور الثاني للعام الدراسي الحالي وأوضح المركز أنه سيتم عقد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوية في موعيدها المحددة وفقا للجدول المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت العشرين من أغسطس الجاري لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وستنتهي يوم الثلاثاء الثلاثين من الشهر ذاته دون أي تغيير